الشنوى يا جماعة قاموا بإنجاز غير مسبوق خليوا العالم كامل بيت ضربة معلم موقع لك جايبين قزان معبي بالحجر والشارشور زوز كيلو عينات من القمرة ومش أي عينات يا بابا عينات من بقع في القمر ما تتشافش من الأرض وما فم حتى حد خلطت لها إلى حد الآن بخلاف الصين لامريكان يعني بهم وما فهموا شي منين طلعوا لهم هاشنوى دي ستين سنين التالي كانوا في الميزيري العينيهم شر وشمنتن ما جاءات وياكلوا في الخنفوس وتوا يا سيدي ولا ويطلعوا في السوارخ ماشين جايين على القمراء تقولش بحطة بابا عليوا تشينغو ما غير ما تقولولي رحمك الله على خطر هذي ما هيش عطسة هذي يجمع التسمية اللي اخترتها الصين لبرنامجها الفضائي لإكتشاف القمراء على اسم آلهة القمر في الأساطير والإخرار في القديمة متاحهم الكل في الكل البرنامج هذة فيه ثمانية رحالات ستة مشيوا ديجا وزاوز مزيلوا مبرمجين العام الفين وستة وعشرين وثمانية وعشرين هاي ميلا ما هو بيحبوا يمهدوا الطريق لرحالات مقهولة بش تجي من بعد هاي خويا العزيز الصين نوية تبعث رواد فضاء للجمرة محولول الفين وثلاثين لكن أنا اليوم بش نحكي لكم فقط على تشينغو الستة المسبار اللي هبط مؤخرا على الجهة التلانية من القمر وجيب منها عينات بالضبط نهار ثلاثة مايه الفين وعبا وعشرين الصين لنصيت صاروخ هازز هالمسبار خمسا يوم من بعد خلط للجمرة وقعد يدور عليها من بعيد ثلاثين مايه المسبار تقسم على ثنين جزء قعد باقي يدور في المدار وجزء اهبط على السطح وهذهم يجميع تصور حقيقية للسطح القمري وقت المركبة هابطة وتصور من الفوق المفيد هابطتش على الجمرة قعدت انهايري لمت شوية عينات من الفوق الفوق بالذراعة الروبوتية وزادت حفرت تحت القعم تعزوز مترو واخذيت عينات اخرين هيك الاحجر والتراب كامل تحط كما تقول انتي في سطل تسكر عليه والجزء الفوقاني فقط من المركبة اللي هبطت واللي فيها العينات هو اللي اقلع ورجع على ثنيته وبقيت الاجهزة قعدوا على عين المكان فوق الجمرة بش يكملوا مهم علمية اخرى منينا عاد افوتكم بالاحديث وما قلت لكم مش فرنسا ايطاليا السويد وباكستان بعثوا معدات واجهزة مع المصبار الصيني تشانجو ستا قالوا لهم جايناكم بجيه ربي عاد المصبار ماشي ماشي مايهزش في دايه طرف قطاعة طيشهم غادي يعنوا طرف قياسات وطرف حسابات وهيكا اليساء ايا سيدي المهم قلت لكم المركبة اللي هزي العينات طلعت من سطح القامرة وهوكم الشنوى قرين حسابهم عاملين الحسبة بالضبط باش هالمرك بتجي كفو غرزة مع هيك القمرة اللي قاعدة تتدور في المدار حول القمر يلحموا في بعضهم تعديلها السطل اللي فيه العينات يتحط في كابسولة يسايبوا بعضهم وتنطلق القمرة تشد ثنيتها راجع للأرض كان حب ربي كل شي يتعدى لباس القزان منتال الحجر والشرشور القمري يخلط نهار 25 جوان 2024 ويهبط بالضبط في منطقة منغولية الداخلية وهنا يا جماعة وصلنا لفقرة حلزونا يما الحلزونا وناخذوا سؤال يقول بالله كيفاش هالقصديرة اللي فيها الحجر أقلعت وطلعت من القمرة من غير منصة متأطلاق تيف الأرض باش تطلع صاروخ حبتلك نار واشرار عجعوجي وتخاخن والدنيا مدعوك كيفاش تقول لنا عالقمرة المركبة طلعت بكل سهولة طار الطيران ما بينفضاوهو تراقل لنا كيفاش حصلنايك مادام فلاقي صديقي العزيز هناك فرق كبير بين القمر والأرض فرق السماء على الوطاء أولا القمر جاذبيت وسدس جاذبيت الأرض معناها مثلا كان أنت توزن في العدم 100 كيلو عالقمرة باش يلقى روحك توزن 16 كيلو فقط خفيف كريشة ثانيا الغمرة ما عندهاش غلاف جوي عالأرض الصاروخ كيبدا طالع الاحتيكيك مع الهواء ينقسلوه من السرعة متاعوه ويشدوه التالي على هيك لازم ميكوك كبير حلاقه مكبار هاي زينة 3 نطمي المحروقات بش يوصل وعالا قد ما تزيد محروقات على قد ما يزيد يورزن وعالا قد ما يزيد يصعب تطليعوه عالقمرة هالبنجة هذي كل ما فماش الجاذي بايدو بلايش ما فماش احتيكيك مع الهواء والمركبة خفيفة نسبيا تنفخ نفختين بموتور باي كما نعرفانا عادي تلقروا حطارت انجاز غير مسبوق هكا وسائل الاعلام العالمية وصفة المهمة شانجو ستة والعينات اللي جابتهم واكيد برشا منكم يا جماعة يتسائلوا بالله يقللنا فين يشوفوا فيه الانجاز تي عشرين الفورتاص مشي يجاب عينات من القمر شنوه الجديد الامريكان مشيوا عتيد اكمارات واجيبوا اقربة 400 كيلو حجار الروس حتى هما بعثوا مركبات روبوتية واجيبوا عينات يعني في الاخير الصين ما جابتش الصيد بنوضنه ليه صديقي تريث وما تتسراش خليني نعلمك اللي الصين كاركرة الصيد من شعره ومش حتى من وضنه اللي عملوه شناوة يا جماعة زوز انجازات مش حتى انجاز واحد الانجاز لولان يا سيدي الصين عملت اربع محاولات للهبوط على السطح القمري على اربع محاولات ما فما حتى اخفيق كلهم نشحوا وهذي حاجة مصر تشقبل ما فما حتى دولة اخرى نشحت مية بالمية في كل محاولات هالهبوط على القمر تيكن نحكي لكم على الامريكان والروس ش صار فيهم المركبات اللي تدكت السويرة خليت فرتكت المسابير اللي ضاعت وتجي خالتك الصين ديقة ديقة تبعث اربع مركبات ينشحوا من الضربة اللولة خدمة صحيحة مش لعب والثاني انجاز يا اخويا الشنوة موقع لك البقعة اللي هبط فيها المسبار الشنوي موجودة في الجانب البعيد من القمر الجيهة اللي متتشافش من الارض بقعة اسملة العظيمة متركنا ومش سائل باش تبعث لها المسبار وتتحكم فيه من غادي تيشخليها حتى هي حتى حد ممشي لها بغلاف الشنوة الجامرة يا جماعة دي ما مقبلت لنا بنفس الوجه الجيهة التلانية عمرها متتشاف من الارض بالرغم اللي هي الدورة على روحها زعم عليش بكل بساطة على خاطر في 27 يوم وشوية صرف تقفل دورة على روحها ودورة على الارض وهذا اللي خليها دي ما عطيتنا بوجهة وما نشوفوش قفيها تعرفش كيفاش حيت نبسطوها وهذي الجامرة لو انتهي لكم بش تركزو معايا كان جيت ما تدورش على روحها الجملة كيف بش الدورة علينا بش نشوفوها من جهد الكل بيهنقولوا توا كان جيت الدورة على روحها اما بزربة كززربوت تعمل بشا الدورات على نفسها قبل ما تكمل الدورة على الارض الحكاية هي بيدها باقي بش نشوفوها من جنيبي الكل الاحتمال الاخراني توا الجامرة تدور على روحها في نفس المدة الزمنية اللي تدور علينا في الحالة هذي بالذات دي ما فهم الجيهة التلانية ما نشوفوهاش وهذا هو بالضبط اللي صاير في الواقع صديقي كان كناوي تبعث مسبار يهبط على الجيهة التلانية متاع الجامرة بش تلقى روحك قدام اشكال كبير كيفاش بش تتواصل معاه كيفاش بش تبعث له الاوامر ايا سيد يقولوا مجيها لمقابلة للارض موجات الراديو عادي تبعثها ريحة جاية بسرعة الضوء توصل لك المعلومات من وإلى المسبار وتوصل للارض اما انتي تحب تهبط على الجانب التلاني الارسال معاش يوصل والمركبة متاعك تقعد الدهدس وهنا سؤالي اللي ترح روحه ملا كيفاش عاملوا الشنوة للمسبار متاعهم تشانجو ستا الصين يا سيد يقرات حسابها قبل بشهرين في مارس 2024 بعثت قمر صناعي ككياو اثنين وحطتوا يدور عا القمر بالمسبق بش كيف يخلط المسبار تشانجو ستا يلقى الدنيا لكل مريقلة القمر الصناعي هذا يا جماعة هو كما تقول انتي البستاجي ما بين الارض والمركبة يهبط على الجهة التلانية متاع القمر شفت كيفاش الشنوة ما حيروش فما ناس اسمنا العظيم يدوبك يسمع كلمة ناسا ولا نازا يمكنوا عفريت ويبدأ يطلع وكلك ليها ويكذبوا هاي مؤامرة فسفوسية ليها مقالوا حق طجاليدي يا سيدي هذي هاي لنازا لمازا المرة هذية وكالة الفضاء الصينية هيا لمشيت للجهة التلانية متاع القمر وجابت منها عينات اصلا امريكا والصيني بخروا بريحة بعضهم كان فما اي شك في الحكاية راهم كل واحدة خرجت فرشة صابون لاخرى والروس ناسين هما مهم هما زادة جابوا حجار من الجامرة والهند بعثوا توا مسبار غاديكا ما عندهمش اشهرة الاتحاد الاوروبي اليابان وبرش اخرين الكل في الكل اكثر من عشرة دول بعثوا مسابير ومركبة القمر بالله يقول لي هالبلدان الكل علش بشي يكذبوا عليك عليش بشي يتأمروا عليك ولذا اخويا العزيز ننصحك نصيحة تلم امرك للحنان وقول ان شاء الله زينة 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 اي اخويا ان شاء الله ان شاء الله ربي تشنا بالعلوم كما تشهم ندلع وحتحنا للجامرة ونقبوا على وش الدنيا اما شو في جانقلك وانتي تستنى في الصاروخ يحضر بش تقصر الوقت ارجع لحلقات الفيتا وخليك ديما ما تبرنشي ما الصفحة ما تعرفش علي وقت اشنا بطلق حلقة جديدة العلوم بالفلاقي ما بعضنا ننشو المعرفة